الى الان يا جماعة يعني يعتبر اسعار الخضار مستقرة. هنعرض لكم الاسعار واي تحديث جديد هنطلع فيديو على طول. فما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم الفيديو اول ما انطلعوا واعملوا لايك للفيديو. الملوخية الخضرة يا جماعة النهاردة اتنين جنيه الى اتنين ونص. الكوسة من اربعة ونص الى سبعة جنيه. الشطة الامجة يا جماعة جنيه الى جنيه ونص. اه طبعا الفاصولة يا جماعة تبدأ من تلاتاشر جنيه الى سبعتاشر جنيه. اعلى وانضف جودة في الفاصولة. في يا جماعة فاصولة اقل جودة بتبدأ من سبعة جنيه الى تسعة جنيه للكيلو. البتنجان يا جماعة البتنجان العروس بيبدأ من جنيه الى اتنين جنيه واثنين جنيه ونص في الزرع النظيف. التومة جماعة النهاردة من 6 إلى 7 جنيه اللي هو التوم اللي بقر البتنجال الأبيض يا جماعة النهاردة من جنيه ونص إلى 2 جنيه البتنجال الأبيض الحشو البصل يا جماعة سعره مستقر جنيه ونص إلى 175 و 2 جنيه في الزرع النظيف الفلفل البلد الأحمر من 2 جنيه إلى 2 جنيه ونص فلفل بلدي اللي هو الأخضر 2 جنيه إلى 2 جنيه ونص نفس السعر الفلفل الأحمر البتنجال الروم النهاردة من جنيه ونص إلى 2 جنيه ونص طبعا البتنجال سعره يعتبر أنه هو كويس الفلفل الشطة جنيه ونص إلى 2 جنيه و2 جنيه ونص في الزرع النظيف الفلفل نوع بديا من 3 جنيه إلى 3 ونص يبقى حجمه كبير وجودته حلو الشطة جماعة البلدي جنيه ونص إلى 2 جنيه الليمونيا جماعة بيبدأ فيه أقل جودة من 4 ونص إلى 5 جنيه وأعلى جودة تبدأ من يعني نقدر نقول من 6 جنيه إلى 12 جنيه أعلى وأنضف حاجة 12 جنيه طبعا فيه ليمون يبدأ من 5 جنيه إلى 7 جنيه فلس التلاجات يا جماعة الجبلي 3 ونص كده أعرضنا أسعار يعني بعد أنواع الخضار أدلنا الطماطم الطماطم طبعا يا جماعة يعني سعرها مستقر ويمكن الفترة الجاية محدش يعرف يعني هترفع ولا هتنخفض إنما حاليا يا جماعة العديا في سول عبور وزن العديا 20 كيلو بتبدأ من 45 جنيه إلى 70 جنيه في الزرع النظيف والعديات الكبيرة يا جماعة اللي هي 25 كيلو 27 كيلو تروح سعرها إلى 90 لـ 100 جنيه هي مش غالية لا ده هي يعني وزنها كتير عديا كبيرة يا جماعة إنما ارتفعت لا هي سعرها مستقر وزن الفل والحمد لله